خلونا نشوف أول سؤال وصلنا النهاردة على صفحتنا بيقول إيه؟ أرضعت ابني أخي رطعة واحدة فقط ويرود الزواج من ابنتي التي رضع معها فهل يجوز هذا الزواج؟ ده سؤال مهم جداً جداً إحنا في الحالات اللي زي دي تسألونا في الفاتوى بعمل إيه؟ في الفاتوى بنعمل حاجة واحدة لازم نجيب الناس دي ونحقق معاها ليه؟ أقول لكم حاجة كده وما تزعلوش فكرة ادعاء الارضاع دي بقت أحد الوسائل اللي بتحصل كتير منها إن الناس تدعي إن هي رضعت حد أنا مش بكلم عن الحالة بتاعتنا بس بقول لكم احنا ليه بيعني نعمل الإجراءات دي ناس كتيرها تدعي إن هي رضعتها عشان هي مش طيقة بس ده ابن أخوية أما ممكن هي يكون بينهم حززيات ومش عايزة تجوزوا البنت فيه اللي حاصل؟ فهي تدعي إن هي رضعته وهي في جواها بتقول إيه هو إيه لها يحصل يعني؟ ده إعنا ما منعنوش عنه حق ده إلي حاجة للبيض مش هيتجوز البنت وبس تجوز حد تاني وهو يتجوز حد تاني ما عملناش شر يعني لكل الحاجة منعنا شخص ممكن يكون مؤذي ديها وسعادة تيجي تقول له والله أنا عملت أنا عملت كده عشان إنه هي الحسنة طيب فبنعمل إيه بقى؟ في مسألة الرضاعة دي لازم ييجي الزوج لازم ييجي الولد اللي عايز تجوز والست اللي رضعت وييجوا معانا ونحق معهم نقول لها مثلا أنت رضعتي كم مرة؟ تقول والله ده كان هو في وسط عيالي واللي فكرها مرة واحدة طيب قاعد معك يا دي قلت لي قاعد معايا سنة طيب والواد مات قلت له لا ومو كانت موجودة لا وأنا اللي كنت بردعه فيها ستي معقولة في سنة واحدة رضعتي مرة واحدة قلت له ما ده لأنا فكرها فعشان كده إيه اللي حاصل؟ مش هنقدر نجاوب مش هنقدر نجاوب ليه؟ في مسألة الرضاع هو صحيح أن اللي بيحرم خمس رضاعات مشبعات خمس رضاعات مشبعاتي يتردع يشبع يسيب السدر ييجي مرة تانية نردعه يشبع نفس الحكاية نردعه يشبع خمس مرات هو ده كما ورد في حديث الرسول الله عليه وسلم أن يحرم خمس رضاعات مشبعات فخمس رضاعات مشبعات هو ده اللي بيحسن بس احنا بنقوله وخلوا بالكم وخلنا اللي بيفتوا في التليفيزيو لو سمحتوا بعد إذن حضراتكم خلوا بالكم أن الكلام اللي أنت هتقوله في المسألة اللي قدامك دي هيتاخد والناس تعمل بي فلو حصل بعد كده ليه بقى أنا بقول كده شفنا كتير بقى إيه اللي شفناه قفتنا الناس على إنه كذا 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 فبعد شوية إيه اللي حصل قفتناه إنه ما فيش كذا وبعدين إيه اللي حصل ابنها ما تجوزهاش بس بوقت قاعد قلت له يا عيني يا ابني أسنا ما ردعتهاش أنا قلت كده بس عشان فكرة أن انت ينهرى بيض وتكون بقى إيه القلوب تواجعت والناس والبنت راحت معرفش وكده شفنا ده وشفنا كمان إنها تقول لا ما حصلش رضاء فالوقت تجاوز البنت فبعدك تقول على فكرة أنا ردعت البنت دي معاك أو أنا ردعته معاها شفنا بقى حجايات كتير ويا ما بيوت حصل فيها كذا لكن من الأول خالص لما نحق معاهم ويجي حد يحلف ساعد بنحلفهم على المصحف بنحلف اللي الردعت ديت ايه على المصحف عشان بعد كده إيه اللي حصل ما تجيش تعمل إيه ما تجيش تقول والله إذا حصل كذا أو كذا ما تغيرش كلامها خلاص طب إحنا من حقنا كده من حق المفتي في بعض الأحيان يعمل بعض الأجراءات اللي بتحصل في القضاء ليه عشان يعمل الناس والمفتي موجود ليه المفتي موجود عشان يخفف على القاضي في بعض الأمور طب هو موجود ليه كمان عشان يرفع التنازع ما بين الناس لشغلة المفتي عشان كده لما تجي تقف في التلفزيون هو هتكون فتويتك هتسبب نزاع ما بين الناس يبقى إيه اللي حصل يبقى أنا بقوله احنا قلنا الاحكام العامة اللي تتتعلق بمسألة التحريم من الرضاع إنه لازم وخلصنا من المسألة طب المسألة اللي قدامنا دي بقى لأ المسألة اللي قدامنا دي تيجي الست اللي رضعت مع الخطيب ويجوا يعملوا ايه ويجوا عندنا في ضر الإفت عشان نشوف المسألة في واقعة العين دي طب ليه لإن مسألة الرضاع دي تتعلق بمسألة ياسي دي تتعلق بمسألة الفروج والشرع يحتطف حكتين احتياط ليس بعضها احتياط يحتطف مسألة الدماء والتعدي على أرواح الناس ويحتطف مسألة الفروج والتعدي على ماذا؟ على أعراض الناس اللي اتنين دولة الشرع بيحتطف فيهم احتياط شديد جدا جدا ولازم وإحنا بنتكلم وبنفتي في التلفزيون لازم نحتاط احتياط شديد جدا ان احنا بنتعامل مع ده موسيقى موسيقى